موسيقى ونناقش في هذه الحلقة الكريملين يحذر من عملية عسكرية تركية في إدلب السورية فهل نتوقع مواجهة بين موسكو وأنقرة؟ وحكومة الوفاق تنسحب من مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف هل بقيت فرص للسلام في ليبيا؟ أهلا بكم التصعيد في إدلب السورية يصل إلى حدود بات يخشى فيها من مواجهة عسكرية بين الروس والأتراك الكريملين يحذر أنقرة من عملية عسكرية في المدينة ويقول أردوغان أن إطلاقها باتت مسألة وقت لا أكثر هل إشارات الحرب تقول إنها قادمة فعلا؟ أما أن كل ما يصدر من الأتراك سيبقى في إطار التهديدات اللفظية والوعيد الكلامي لا أكثر الروس يحذرون من أسوأ السيناريوهات التي قد تحدث في الشمال السوري وهي شن التركيا لعملية عسكرية في المدينة مما يضطر موسكو إلى مواجهة أنقرة دفاعا عن مصالحها الاستراتيجية وحليفها الرئيس بشار الأسد التحذير الروسي جاء ردا على إعلان للرئيس رجب طيب أردوغان يقول فيه أن الهجوم التركي على إدلب بات مسألة وقت لا أكثر ويضيف أردوغان أن المفاوضات مع موسكو فشلت في تقديم ما هو مرضي له ولبلاده في شمال سوريا الروس يؤكدون على أنهم لم يقدموا لأنقرة ما يخالف تفاهمات سوتي وأستانا وسائل أعلام تركية تقول أن العرض الروسي تضمن هيمنة أنقرة على بعض مناطق تماثل حدود التركية الجنوبية مع الزاوية الغربية الشمالية من سوريا ويؤكد الطرفان على عدم رغبتهما في الحرب ومواصلة الحوار بشأن ما يحصل في إدلب وحلب ولكن كيف يمكن أن تتجنب موسكو المواجهة العسكرية مع أنقرة إذا ما زحفت على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري تحت الحماية الروسية تحاول تركيا تحيد روسيا في الحديث عن مشاريعها العسكرية شمال سوريا ولكن الطرح يبدو نظريا لأن تقدم الجيش السوري في المناطق التي أزعجت أنقرة تم بزحف عسكري جوي روسي مهد للقوات البرية السورية الحكومية قوات دمشق استعادت مدينة حلب بأكملها وعينها على إدلب لتستعيد السيطرة على طريقي أم أربعة وأم خمسة دوليين وهو جزء من اتفاق سوتشي الذي وقع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظره التركي في عام 2018 لم تنجح أنقرة في فصل جماعات المعارضة عن الجماعات الإرهابية في شمال شرق سوريا كما يقول الاتفاق ذاته ولذلك شنت دمشق ومن خلفها موسكو وطهران تلك العملية التي نزح بسببها مئات الألاف من مناطق حلب وإدلب موجات النزوح هي حجة تركيا في العمل العسكري الذي تخطط له داخل الحدود السورية هو أمر يقلق الأمم المتحدة أيضا ولكن ليس بالقدر الذي يجعل المجتمع الدولي يوافق على حرب بين الروس والأتراك وفقا لمراقبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أردوغان جاد بالفعل في تهديده وتصعيده في إدلب بفتح جبهة مع الجيش السوري والروس من خلفه يعني الطبيعي لماذا لأن كما هو واضح ليست من الأمن السهل على تركيا أن تتقبل ما حصل في الفترة الأخيرة يعني هي ضامن وكانت هذه النقاط يجب أن تكون متواجدة ولكن نجد بأن هذه النقاط يعني أولا لم تؤخص بين الاعتبار من طرف الجيش السوري ثانيا والتي أهم قتلت عناصر من الجيش التركي المتواجدين في هذه المناطق فهذا غير ممكن قبوله بهذا الشكل وثالثا والتي أهم هذه الاتفاقية يعني لم تؤخص بين الاعتبار ما حصل إذا كانت تركيا فعفوا سوريا هي مهتمة في هذا الأمر فهذا هؤلاء الفارين من القتل والإرهاب لماذا لم يدخلوا إلى الداخل السوري ويهربون إلى الحدود التركية إذن سوريا ليست جادة في قتل الإرهابين وإنما هي جادة في قتل السوريين فهؤلاء السوريين يفضلون الموت والتهجير ولا يفضلون البقاء تحت سيطرة هذا النظام لأنهم بالمئات وبالآلاف وصلوا إلى واحد مليون الذين جاءوا على الحدود السورية التركية يعني إذن هناك عملية مقصودة وليست فعلا يعني محاربة الإرهاب لأن الإرهابيين إلى الآن إن كانت روسيا إن كانت نظام الأسن سيدة جان لم يحصل علما بأن تركيا طالبت برارا وتكرارا نفس الاتهام موجه تفضل روسيا إلى تركيا بأن تركيا فشلت في عزل المعارضة عن الإرهابيين نعم سيدة ولكن تركيا منذ البداية على لسان رئيس الجمهورية وعلى لسان وزير الخارجية وعلى لسان وزير الدفاع طالبت مرارا وتكرارا أن تكون هناك التوافق روسي تركي على محاربة الإرهاب وخاصة النصرة ولكن للأسف الشديد نجد بأن روسيا مع الناهية التي تملك المجال الجوي مع الناهية التي تدخل كما تريد وتخرج كما تريد تركيا تطل جميع التواجد التركي لا بد أن تكون إذن من روسيا إن كانت جويا إن كانت بريا فإذن على روسيا كانت أن تبادر بالاشتراك مع تركيا للقضاء على الإرهابين ولكن للأسف الشديد روسيا والنظام الأسد لم تغضي على الإرهابين تتركهم ولكن تغضي على الشعب السوري المدني سيدة جان أرجو أن يموتون يوميا بالمئات والتعزيم والقتل والتحجير إذن أنت تقول باختصار شديد وبكلمة واحدة أن تركيا جادة هذه المرة الطبيعية لا توجد حل سوى لأنه كما معروف تركيا طالبت الحوار وما زالت المجتمرة للمفاوضات بين الطرفين ولكن الطرف الروسي لن توافق على أي حل وتقول بأنها مصرة على استرجاع جميع المناطق التي إلى النظام نعم لا بد منها ولكن ليست بهذا الشكل ليست بإرسال المهجرين وقتل المدنيين وإرسالهم إلى الحدود وإلى تركيا سيدي أفقيني أهلا بك في هذا الحوار كما يتفضل سيدة جان بأن الرئيس أردوغان جاد هذه المرة وهناك عمليا أرتال عسكرية تتحرك على الأرض ليس هذا اختبار لمدى جدية موسكو في تحذير أردوغان من مغبة التصعيد في إدلب ربما يكون هذا اختبار لموسكو فيما يتعلق بجدية نوايا أردوغان ولكن السؤال الذي يمكن ترحه هنا يبدو منطقيا تماما إذا كان أردوغان عازما كل العزم على شن عملية عسكرية فلماذا لم يفعل ذلك حتى الآن ولماذا يمهل النظام السوري فترة حتى نهاية الشهر ثم قلص حتى هذه الفترة وقال إنه ربما قبل نهاية الشهر بكم يوم سيبدأ في شن هذه العملية يبدو أن هناك نية ربما حتى لدى القيادة التركية رغم هذه التأديدات وحشود عسكرية نية التوصل إلى اتفاق وإلا فلماذا هذه الجولات كلها بما أنه كان معروفا بالنسبة للقيادة التركية ونتحدث وكأنني باسم أو من منظور تركيا لو كان واضحا أن شيئا ما لن يحدث لصالح تركيا أو استجابة لمطالبها فلماذا هذا الانتظار أعتقد أن الأمر والسبب واضح وبسيط وهو أن هناك أملا ما بالتوصل إلى تفاهمات ربما انطلاقا من المستجدات التي طرحت على الأرض أولا وربما بشأن نقاط مراقبة وتمركزها كما يرى ذلك روسيا تركيا تقول أنها رفضت خريطة جديدة روسية باعتبار المتغيرات التي طرحت على الأرض ولكن أنا أعتقد أن القصة لم تنتهي والمباحثات كما تدل على ذلك تصريحات الجانبين الروسي والتركي سوف تستمر بأمل أن يتم هناك إيجاد ربما صيغة تصالحية ولو مؤقتة سوف تؤدي إلى تهديئة في البداية ثم إلى وقف الأعمال أو الامتناع عن القيام بها لكي لا تؤدي هذه العملية إلى المزيد من التصعيد ولكن حينما سؤل الرئيس أردوغان قال يمكن أن تكون العملية في أي وقت هي باتت وشيكة وحتى ألمح بشكل ما إلى أمكانية مشاركة سلاح الجو هذا يعني أن هناك خطة معدة وليس الأمر في إطار التصعيد اللفظي لا هذا ربما يبدو أنه بالفعل الفكرة التي عبر عن أردوغان تبدو قريبة من أن تكون واقعا ولكن نحن لنعرف رد فيها الموسكو إلا كلمات والتصريح الناطق على لسان الكريملين بأنه في حالة شن عملية عسكرية تركية تستعطف الجيش السوري سيكون ذلك أسوأ سيناريو لكن أردوغان رد فعله على هذا التصريح كان سريع وقال أن روسيا لن تكون هناك موجودة في هذه الحالة في ما يسمىه بسيناريو الأسوأ بمعنى أن روسيا كأنها لن تشارك وستظل تتفرج أو تقف موقف مجرد متفرج على ما يحدث لا أعتقد أن هذا أمر واقعي وبالتالي إما أن تكون هناك صيغة توفقية وإما أن تستمر المباحثات وروسيا تستطيع إقناع تركيا بالانتظار وأن لا تتحرك القوات التركية التي تريد أن تشن عملية في أي لحظة كما قال الرئيس أردوغان مضيفا أنه يمكن لتركيا أن تنفذ هذا التهديد ولكن بشكل غير مباشر بغير دماء جنودها يمكن أن تدفع بالمعارضة السورية التي تشتبك مع الجيش السوري ولكن السؤال هل سيسمح الروس لتركيا أن تغطيهم جويا هناك أيضا احتمال آخر برأيي ربما تركيا سوف تكون بضربة رمزية إن صح التعبير لن تطالى مثلا مواقع الجيش السوري بشكل مباشر وإنما لحفظ ماء الوجه ربما ستتحرك تركيا عمليا وعسكريا ولكن نطاق هذا التحرك سيكون ديقا ثم سوف تبدأ فترة تهدئة بعد هذه الضربة التي يمكن أن تكون رمزية لأكثر نعم سيد أجان كما استمعت لسيد أفغيني سيدروف وكثير من التحليلات بأن كل ما يصدر عن الأتراك هو مجرد زوبعة في فنجان هناك رفض دولي هناك تحذيرات دولية وهناك حتى رفض داخلي لأي تحرك عسكري قد يفتح مواجهة مع الروس وكل ما يمكن للرئيس أردوغان أن يفعله هو ضربة رمزية لحفظ ماء الوجه ما رأيك؟ لا أظن ذلك أنا طبعا أتمنى أن لا تكون هذه المبادرة لأن الحرب مهما كانت الأسباب سيئة جدا إن كانت من طرف تركيا أو من روسيا أو من طرف أي طرف آخر وتضرب المصالح الروسية والتركية في نفس الوقت هذه ليست من مصلحة الدولتين أيضا ولكن إذا كانت الأمر إذا استمرت لأن نجد بأن المباحثات التي استمرت أكثر من 3 أو 4 مرات وأيام ولن تعطي أي نتيجة لذلك لا يوجد حال سوى البدء بعملية عسكرية فإذا كانت هذه العملية العسكرية لابد منها فالتركيا فعلا سوف تكون جادة وتشارك في هذه العملية بشكل فعال ولكن كما أشارت ضيفك الكريم قبل قليل أتمنى أن لا تحدث وأن يكون هناك ربما الأبواب مفتوحة المسألة ليست أمنيات سيد جديد كل دولة قبل أن تدخل في إصراء عليها أن تحسب مواقع قوتها قدرتها القتالية هل تركيا قدرة على مواجهة روسيا وتحمل الخسارة العسكرية والاقتصادية والسياسية والسياحية على اختلاف المستويات هذا الحساب يجب أن تقول للقيادة التركية وليست أنا أستطيع أن أقول بس إذا كان الرئيس الجمهورية يقول نحن سوف نبدأ في عملية عسكرية فهذه الحسابات كلها إذن لها الجواب عندهم وهم حسبوا لها الحسبان المنطقي وإذن وعندهم المعطيات بأنهم قادرين على هذا الشيء فإذا كانوا قادرين فإذن البداية تكون كما صرح رئيس الجمهورية التركية بأنها سوف تكون خلال ربما لحظات أو ساعات في الأيام القادمة إذا لن يحصل أي اتفاق ترضي الطرفين ولكن سيد يفقيني يقول لو كان الأتراك جادون لفعلوا ومن تظروا كل هذا الوقت ويهددون بأننا سنقوم بالعملية والسين كما تعرف العربية للاستقبال أي أنها للمستقبل وليس الحاضر يعني كما أشرت قبل قليل الحرب هي أسوأ سيناريو مهما كانت فإعلانها ليست بهذا السهل مهما كانت لأن لا يوجد رابح على الحرب يعني إذا كانت دخلت تركيا أو روسيا الأثنين خاسرين خاسرين أولا صداقتهم ومصالحهم وعلاقتهم التجارية السياسية العسكرية كلها فنزالك هذه أسوأ احتمال فهذا أسوأ احتمال ولكن هذا لا يعني بأن تركيا أنها لن تنتظر تأخذ القرار مباشرة هذا غير منطقي أيضا لابد عليها يعني أن تأخذ بالاعتبار كل هذه المباحثات وكل هذه اللقاءات لابد الإشارة إليها والانتصار وهذه المهلة التي عطتها تركيا منذ البداية إلى نهاية هذا الشهر كانت من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين فإذا كانت النتائج حتى أمس بأنها غير مرضية وغير معقولة فإذا لابد الحل وهذا الحل سوف يكون الحل طيب اسمح لي أن أعود إلى سيد يفقيني سيدات جال سيد يفقيني هل تعتقد أن التلويح الذي تقدمه أنقرة بأنها يمكن أن تتعاون مع واشنطن هو كلمة السر في هذا التصعيد على الأقل اللفظي حتى الآن لأنقرة لا أعتقد ذلك لأن تأييد الرئيس ترامب لتركيا مجرد رمزي أيضا واستعراضي لا أكثر ولا أقل طبعا بالتصريحات والبيانات والأقوال التي ستصدر عن الإدارة الأمريكية ستكون بمثابة تأييد والدعم لتركيا ولكن عمليا هل سوف يخاطر ترامب بالمشاركة العسكرية إلى جانب تركيا مستحيل ولو لسببين بسيطين أحدهما أن ترامب لا يريد أي تصعيد في العلاقات مع روسيا ووضح تماما أن روسيا في هذه الحالة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هذا التحرك الأمريكي إن كان عسكريا الشيء الثاني المسألة الكردية هناك عدد من العسكريين الأمريكيين تم نقلهم من العراق إلى الشرق الفراط إلى الشمال الشرق سوريا ليس ذلك لدعم تركيا بطبيعة الحال بل العكس للوقوف إلى جانب وحدات حماية الشعب هذا الأمر لا يجوز اسقطه من الحساب تلخيصا لما قلت يمكن القول أن تركيا ليس لها حليف عسكري حقيقي يسانده ويساعده في الحرب أو العملية المحتملة التي هدد أردوغان بشنها في أي لحظة لو لا يوجد مثل هذا الشريك والحليف وأنا أؤكد ذلك لو لا يوجد فعلى ماذا يعاول أردوغان على ماذا يعاول أردوغان هل يعاول على كون الجيش التركي أقوى من الجيش الروسي لا مستحيل الروسيا لا يمكن أن تقف مكتوف تلايدي وهي بطبيعة الحال سوف تتدخل ولكن المواجهة الأسكرية مستبعدة تماما بين روسيا وتركيا طيب سيد يفقيني لم تجبني عن هذه النقطة تتسال على من تعول تركيا إذا كان دعم واشنطن مجرد دعما صوريا رمزيا ماذا عن الأطلسي هي عضو في تحالف دولي كبير لا لا تركيا ربما تعول وأنا لا يمكن أن أتحدث نيابة عن القيادة التركية ولكن برأيه يمكن أن تعولها على أنها تستطيع أن تنتجع من موسكو أو تقنعها بضرورة تقديم تنازل سواء فيما يتعلق بنقاط المراقبة لكي تنصحب وحدات الجيش السوري منها لمسافة معينة وليس طبعا للمسافة التي يطالب بها أردوغان إلى خطوط متفق عليها في اتفاقات سوتي ولكن اتفاقات سوتي الآن برأي روسيا كما أعتقد بحاجة إلى ربما بعض التعديلات لأنها يجب أن تعتمد على الأوضاع على الأرض التي نشت بنتيجة محاربة الإرهاب الذي شن فصائله يعني عمليات واستفزازات على مثلا قاعدة حميمين وإلى خيره كل هذا الكلام ربما ليس له علاقة مباشرة بما يحب ولكن لابد من نخصه بعين الاعتبار نعم سيد أتجان ليس من المنطق أن تدخل تركيا في مواجهة وظهرها مكشوف لا الناتو ولا الولايات المتحدة يمكن أن يتخذان مواقف حقيقية لمساندة تركيا إذا ما دخلت في نزاع غير متكافأ مع روسيا وبالتالي ألا يفرض الأمر حلولا منطقية وترك هذه المهاترات أو ربما التصعيد الكلامي جانبا يعني في مثل بالعربي يقول من اتكل على زادي غير طال جوعا أعتقد تركيا لا تتكل وخاصة على الولايات المتحدة والدول الحفراطلسي ولكن الولايات المتحدة إذا تدخلت إلى جانب تركيا لحماية مصالحها والمصالح هنا الولايات المتحدة موجودة في شرقي الفراط وغير موجودة في غربي الفراط فربما هي تريد الاستفادة من هذا الشجار الموجود بين روسيا وتركيا وتريد أن تدخل في هذه اللعبة إلى غربي الفراط بطريقة ما ربما باسم الحلف الأطلسي أو بأن تركيا هي موجودة في الحلف وهي جاءت لحماية حلفها في الحلف الأطلسي ولكن هذا في الحقيقة لحماية مصالحها يعني لذلك هذه اللعبة ممكن تكون لها مصالح تختلف عما نفكر فيه الآن لذلك تركيا لابد لها مصالح هذه المصالح غير ممكن إذا حمايتها إما أن تكون بالحوار أو أن تكون بإعلان الحرب لأن كيف تحميها إذا كانت روسيا تصر لا تتفق معها فإذا ماذا الحل؟ هل تقبل بالشروط التي تناسب الدول فقط وتنسى كل مصالحها وقصة أمنها القومي هذه أراضي سوريا بالنهاية سيد الجان هذه أراضي سوريا بالنهاية وحتى هناك تحذيرات من المعارضة التركية بأن هناك اختراق لدولة ذات سيادة مثل سوريا أي مصالح تركية يا سيدي أي سيادة هل سوريا بقيت فيها سيادة العالم كلها داخل سوريا وتقول دولة ذات سيادة في قانون في العالم في القانون الدولي إذا كان هناك دولة لا تحمي المدنيين وحقوقهم وهناك أولوية أمر معروف جدا بأن الدولة تسقط سيادة هذه الدولة التي تدعي بأنها هي دولة لأنها عاجزة عن حماية المدنيين واحد مليون الآن على الحدود يريدون الدخول على تركيا إذن هي عاجزة هي تقتل شعبها فأي سيادة تقول العالم تتقل العالم كلها في داخل سوريا فلذلك هذه لا يبقى فيها سيادة ولم يدعي السيادة لا توجد سيادة هذا ليس مبرر وهناك من يقول أن تركيا أيضا تضطهد الأكراد فأين السيادة من الموضوع على كل حال حتى لا يتحول الأمر إلى موضوع آخر سيد الاضطهاد ليست كما يقتل الناس والآن تجد المدنيين بالآلاف على الحدود مشردين لا بيوت ولا أكل ولا شرف في البرد القارس هل هذا شمي فيها؟ هل هذا يشبه بهذا الشيء؟ أعود إلى السيد يفقيني سيدروف يعني أنتم وضعتوا الاضطهاد التي تدعونها وهذه متشابهة؟ طيب الحكم للناس سيد أفقيني سيدروف إنعكاسات هذا التصعيد حتى وإن كان لفظيا على مسار التوافقات السياسية ما بين موسكو وأنقرة الانعكاسات ستكون سلبية بكل تأكيد حتى إذا تم ربما اتفاق أو إيجاد صيغة توفقية ما فهي لن تكون إلا مؤقتة لأن الأوباع على الأرض بطبيعة الحال تتجه نحو التغير وهذا التغير قد يجري بسرعة بحيث أن مصالح تركيا ربما لن يتم إرضاه كما كان ذلك الآن ونفس السيناريو أو ربما أسوأ من ذلك ربما سيتكرر مستقبلا الأمر ربما الذي يمكن أن تعاول عليه تركيا الآن وتستطيع التوصل إلى اتفاق بشأنه هو ربما أمن نقاط المراقبة ولكن لا شك أن هناك بحث نقاط أو تمركز هذه النقاط الآن وفقا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة ولكن إجابة عن سؤالك طبعا الانعكاسات ستكون سلبية للغاية إذا لم يتمكن الطرفان من إيجاد تفاهم وربما يتطلب الأمر لقاء قمة وأزم لمح إليه الجانب التركي الجانب الروسي لم يعلق على ذلك حتى الآن وبالتالي نحن بانتظار ربما هذا اللقاء المحتمل الذي قد ينجح فيما إذا كانت هناك إرادة ورغبة من قبل البلدين في التوصل إلى هذا الاتفاق سيد أجان ذات السؤال كيف يمكن أن يعكس هذا التصعيد اللفظي حتى الآن المحدود في إطاره على مسار التفاهمات مع موسكو التي يبدو أن لا حليفة لأنقرة ولا مناصة لأنقرة سوى التوجه إليها يعني أولا هذه الاتفاقية اتفاق السوشي كما هو معروف يعني تركيا ضامن والاتفاق واضح جدا بنقاطها وببنودها نعم ربما تركيا لن تطبق أو لن تستطيع تطبقها كاملة ولكن واضحة جدا لذلك على الطرفين إن كانت الطرف الروسي أو التركي يعني رعاية هذه الاتفاقية فنجد بأن الروسيا تقول هذه مستجدات على الأرض وتفرض ما حصل في هذه الاتفاقية من بنودها وبكل شكل وتترك تركيا أمام الأمر الواقع يعني فتقول أنا لا أستطيع أن أتفق معك بأي شكل من أشكال ولا يوجد أي الطلب الأمن القومي التي تدعي تركيا وهذا اللجوء وحقوق الشعب السوري والجار وكل هذه المشاكل تتخلى عنها وتقول هناك أمر واقع وأنا يجب أن أكون إلى جانب النظام فقط فإذا كانت هذه الشروط بهذه القساوة فغير ممكن على تركيا أن تقبل بها لذلك تركيا منذ البداية وكما أشار ضيفك قبل قليل فتحت الأبواب وقالت نحن على ما زلنا مفتوحين على أي مبادرة لاتفاق ولكن ترضي الطرفين وليست ممكن أن تكون ترضي طرف ولا ترضي الطرف الآخر شكرا جزيلا لك من إسطنبول مدير مرتز دراسات إسطنبول للفكر طبيعي لا يوجد حل سوى الأخصة من الاعتبار المصلحة هي أعلى من كل شيء وأيضا شكرنا موصول إلى ضيفنا في موسكو الكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم مشاهدين وراء الحدث متواصل معكم من استوديوهات الغد في لندن نناقش فيه بعد الفاصل حكومة الوفاق تنسحب من مفاوضات اللجنة المشتركة في جنيف هل بقيت فرص لسلامي في ليبيا؟ من جديد أهلا بكم حكومة الوفاق الليبيا تنسحب من مفاوضات اللجنة المشتركة في جنيف السراج يرى في الأوضاع في الميدان قد تجاوزت الحوار مع الجيش واختارف التحالف مع تركيا على المضي قدما في محادثات قد توقف الحرب في البلاد فما الذي يراهن عليه السراج؟ وما هو مصير الجهود الأممية لحل الأزمة في ليبيا؟ غضبت لاستهداف الجيش الليبي لسفينة تركية تنقل الصلاح والعتاد إلى ميليشياتها في طرابلس فقررت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج الانسحاب من مفاوضات اللجنة العسكرية في جنيف الأمم المتحدة ناشدت السراج للعودة إلى طاولة المفاوضات التي تبحث في تحويل الهدنة لوقف دائم للحرب في البلاد لكن السراج رد بأن ما يحدث على الأرض قد تجاوز المفاوضات والهدنة معا السراج لا يريد توقف امدادات الأتراك لميليشيات طرابلس لا يرى الأمر مخالفا لحظر تسليح الأطراف الليبية المقرر من الأمم المتحدة والحجة هي أنه أبرم اتفاقا شرعيا كما يسميه مع حكومة أنقرة لذات السبب يتمنى السراج فشل مهمة البحرية الأوروبية التي قررتها بروكسل مؤخرا لضمان عدم توريد الأسلحة إلى الفرقاء الليبيين فالسراج يرى أن هذه المهمات تستهدف حليفته تركيا وليس سواها وفقا لمراقبين انسحاب حكومة الوفاق من مفاوضات لجنة 5 زائد 5 بددت آمال المبعوث الأممي غسان سلامة بإحلال السلام في البلاد وجمع الأطراف السياسية من جديد لوضع حل نهائي للأزمة الممتدة منذ تسع سنوات بعد انسحاب حكومة الوفاق من المفاوضات العسكرية لم يعد يعرف مصير المفاوضات السياسية المتوقع انطلاقها قريبا في جينيف أيضا ولكن الجيش الوطني لا زال متمسكا بالحل السلمي للأزمة في البلاد فثم تجتماع دار بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تقول موسكو إنه قد خلص إلى تأكيد الطرفين على عدم وجود بديلا للتسوية السياسية في ليبيا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة السراج وفق تقارير محلية وإقليمية ودولية لم يعد يملك من أمره شيء الأمر كله بيد الميليشيات في طرابلس وهو رهيم لهذه الميليشيات صرح الناطق الرسمي باسم حزب أردوغان أنهم يمانعون الخطة الأوروبية التي أجمعت عليها 27 دولة لحضر السلاح وتفتيش السفن في المياه الدولية والإقليمية صرح أيضا بهذا الأمر وهو أمر الرفض المتحدث باسم خارجية السراج غير الشرعية وبتعليمات تركية انسحب السراج السراج لا يملك من أمره شيء ولا يملك من قراره شيء الحج التي أدل بها السراج وهي أن القوات السلحة الليبية قصفت باخرة تركية طبعا نحن لم نقصف باخرة بل قصفنا مخزن لمستودعات الذخيرة والسلاح السراج جبرا قهرا سوف يرضخ لتعليمات الأمم المتحدة والجلوس لطاولة المفاوضات أخي الكريم نريد أن ننوه ونشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن كل دولة من دول العالم أو منظمة إقليمية أو دولية تطالب ليبيا بالحل السياسي نقول لهذه الدول جربوا معنى الإرهاب والإجرام وجربوا معنى الميليشيات وسوف نرى هل تتحدثون عن الحسم العسكري أولا أم من الحل السياسي المشير خليفة حفتر أخي الكريم كان صادقا وصريحا وواضحا وقال في آخر تصريح له منذ أربعة خمسة أيام فقط في كلمة موجهة إلى الأمة الليبية وإلى العالم أجمع قال نحن يدنا ممدودة للسلام في حالة واحدة فقط وهي حل الميليشيات جمع السلاح رجع كل المرتزقة الذين أتوا من تركيا ومن سوريا ومن غيرهم وبالتالي أخي الكريم من العبث الحديث عن حل سياسي في وجود كمواصفة الأمم المتحدة 150 إلى 200 طن من السلاح 29 مليون قطع السلاح أخي الكريم هذا كلام ليس كلام رمز الرميح هذا كلام تقرير من الأمم المتحدة طيب هل تريد هنا أن تقول سيد رمزي بأن الانسحاب من هذه المحادثات هو مجرد تأكيد وتثبيت على عدم الجدية وعدم الرغبة لأن الاتفاق يفرض على حكومة الوفاق التزامات فيما يتعلق بالسلاح والذخيرة والمرتزقة نعم أخي الكريم تقارير دولية تحدثت بحرف الواحد أن الاتحاد الأوروبي مصر على منع السفن التي تتحرك من تركيا عبر المتوسط إلى ليبيا طبعا نحن هنا نود أن نشير أن المشير خليبي حفتر كان واضحا مع السفير الأمريكي وواضحا حتى مع شويغو اليوم في موسكو أن لا نقبل بوجود قوات برية على الأرض الليبية كما صرح وزير خارجية إيطاليا بأنه من المحتمل أن تشمل هذه الحملة قوات برية ولا نقبل بسفن دولية حربية عسكرية في المياه الإقليمية الدولية ولا في الأجواء الليبية الأمر واضح إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يفتش السفن التركية فليفتشها في المياه الدولية وكما قال لافروف هذه العملية تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يجب أن نحترم قوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الخصوص وذات الصلة أخي الكريم واضح تماما أشرك معنا ضيفنا في لندن الأكاديم والمحلل السياسي الدكتور عبد العزيز غنيا دكتور عبد العزيز أهلا بك من حيث المبدأ قدمت حكومة السراج عذرا قالت أن ضرب ميناء طرابلس هو السبب الرئيسي للانسحاب إذا أردنا أن ندقق في هذا السبب نرى أن الضربة حدثت نهارا وقرار الانسحاب اتخذ بعد منتصف الليل أليس هذا دليلا على أنها غير صادقة حتى في تقديم هذا العذر حقيقة أخي الكريم الموجودين في طرابلس عبارة عن اتلاف من ميليشيات ومتطرفين اغتصبوا سلطة المؤتمر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاقة ولا نستغرب أن يتم اغتيال السيد فايز السراج في أي لحظة منذ الآن وتنبأنا بذلك منذ وقت ليس بالقصير هذه الميليشيات تهدد حتى عبر منابرها العلمية المختلفة حكومة الوفاق وهي مجموعة اتلافات اتلاف 17 فبراير اتلاف المتطرفين اتلاف الدواعش وهذا ما أكده حقيقة السفير الأمريكي اليوم في زيارة لبلامس في زيارة للمشير خليفة حفتر في الرجمة معظم الدول النافذة في مجلس الأمن تعرف جيدا أن العاصمة طرابلس ليست آمنة لا على سكانها وأن هذه الاتلافات الموجودة فيها هي اتلافات تغلف نفسها بالخلاف السياسي ولكن هي في واقع الأمر هي دواعش للمال العام دواعش متطرفين ومجرمين وفقدوا بوصلة الامساك بزمام الأمر داخل عاصمة طرابلس وبالتالي في أي لحظة سينهار هذا التنظيم الميليشياوي اليوم يتبادل التهم فيما بين بعضه ويحاول أن يشد عن الاتفاق الذي تحاول أن تعمله جينيف بلادفورم من أجل أن تلتقي الأطراف المختلفة لمحاولة لصنع وفاق أو توافق نوعي رغم أن المتتبع للشان الليبي بداة الأجنبي وبداة الدول النافذة والاتحاد الأوروبية أو التدخل التركي المؤخرا أو التدخل الروسي وغيرها تعرف جيدا سبب الداء الذي أصاب ليبيا وهي هذه المجموعات المسلحة التي لم تلتزم يوما بأخلاق الحرب أو أخلاق الاختلاف السياسي طيب دكتور عبدالعزيز بحكم الحاجة إلى تحقيق الأمن في ليبيا لأن فيه مصلحة كبيرة ليس فقط لليبيا بل للعالم وخصوصا أوروبا هل يمكن أن تلبى في الحد الأدنى مطالب حكومة الوفاق وأولها وقف الهجمات ومن ثم استيناف الحوار هذا ما تشترطه لن يتم لسبب واحد لأن الجيش يفصل ما بين العملية السياسية وما بين الإرهاب المادي والمعنوي الممارس نتيجة لانتشار السلاح في ليبيا تحت الكثير من المسميات حتى وإن كانت مسميات شكلية للدولة وهذا سبب إرهاب على المصارف سبب على الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطن وبالتالي وهنا مربط الفرس أو العقدة التي تعانيها حكومة الوفاق أو الاتلاف الميليشيوي الذي يستخدم حكومة الوفاق في هذا الزمن وهو أنه يريد محاصصة على طاولة المفاوضات السياسية بأن يبقى السلاح لديه وبالأخص ميليشيات مصراتة المتطرفة والمجرمة والتي تريد أن تجد لديها صبغة ضمن إطار ما يسمى بالجيش الليبي العام وليس الجيش الليبي الذي يقوده المسير الخليفة حفتر لأنه اشترط عليهم من يريد أن ينظم لهذا الجيش يتفضل برقمه العسكري يأخذ دورات يتفضل يأخذ كل ما تطلبه أي مواسسة عسكرية محترمة وهو ما يقلقهم بالحقيقة زاد على ذلك أن اليوم يد الجيش أصبحت باطشة وأصبحت طويلة جدا وتضربهم في عقر لا أقول عقر دارهم هو عقر دار كل الليبيين ولكن أصبحت تضرب أهداف حيوية بالذات استهداف هذه السفينة التركية فهذا الأمر يقلقهم ويجعلهم أنهم أصبحوا في يد العالم غير معترف بهم حتى شكليا غير معترف بهم كل الذي تقوم به بعتدل المتحدة هو محاولة تسهيل استلام الجيش أموره داخل عاصمة طرابلس حفاظا على حياة المدنيين واضح تماما أعود إلى السيد رمزي رمح سيد رمزي هل سيسكت الرعاة الدوليون على هذا التعليق أو الانسحاب من المفاوضات وهناك ملفات ثقيلة تنتظر الحل المرتزقة الميليشيات، مصيرهم، العتاد، السلاح، المهاجرون، الإرهاب المجتمع الدولي أصبح يؤكد يوم بعد يوم تفاهمه للأزمة الليبية وخير دليل على ذلك لأول مرة منذ مقتر السفير الأمريكي في بنغازي في 2012 حضر أمس السفير الأمريكي والوظف المرافق له إلى بنغازي إلى الرجمة إلى مقر القيادة العامة للقومة السلح الليبية وتحدث مطولا مع المشير خلف حفتر الذي أكد له أن لا مناص للحديث عن حل سياسي بعد إنهاء حالة الفوضى أيضا الحديث بعد 24 ساعة مع شويغو المجتمع الدولي أخي الكريم ولعلكم جميعا استمعتم إلى الكلمات التي تليت في الجلسة الشهيرة التي أصدرت قرار 2510 تحدثت المندوبة الأمريكية تحديدا والفرنسية تحديدا على ضرورة حل الميليشيات هكذا بهذا المصطلح وبالتالي العالم بدأ يقتنع ويعترف أن القوى السلح الليبية وهذا أخي الكريم آخر تصنيف من قبل منظمة جلوبال العسكرية الأمريكية صنفت الجيش الليبي رقم 80 على مستوى العالم عن أي جيش تحدث هذه المنظمة هل جيش الميليشيات أم الجيش الذي يقودها المشير خلف حفتر وبالتالي العالم بات يقر ويعترف أن هذه الميليشيات غير منضبطة غير محل ثقة مؤدلجة أغلبية هذه الميليشيات هي ميليشيات إرهابية إجرامية قطاع طرق لا تخضع لأي سلطة تقرير المتحد الذي قال أن منذ أربعون سنة لم نرى دولة فيها 29 مليون قطع السلاح غير مراقبة وبالتالي عندما يتحدث المشارع عقيلة صالح ويطلو البارحة تحديدا 12 نقطة للحل في ليبيا أول نقطة أخي الكريم من هذه النقاط حل الميليشيات وإعطاء الأمر الحصري للقوة مسلحة لحصر السلاح العالم كله يعترف ويقر أنه لا وجود لأي دولة في عدم وجود قوات مسلحة أخي الكريم نحن لا نريد أن نذهب بعيدا أمامنا التجربة المصرية والجزائرية والتونسية وأيضا السودانية هذه الدول الأربعة استطاعت أن تنهض من كبوتها ومن أزمتها بعد أحداث 2011 بالقوات المسلحة قائد صالح عليه رحمة الله لم توفه الله بعد أن سلم الدولة للرئيس طبون وأيضا في مصر وأيضا في السودان الفريق أول عفتاح برهان وبالتالي القوات المسلحة في أي دولة هي صمام الأمان في حالة الحرب والسلم أخي الكريم يجب أن نكون واضحين نحن في ليبيا ليس هناك طرفي الصراع ليس هناك قوات سرق وغرب هناك قوات مسلحة ليبية وأخرى ميليشيات غير رسمية واضح تماما أعود إلى الدكتور غنيا مرة أخرى ذات السؤال كيف يمكن أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوفاق التي تتعامل بمزاجية ربما بتفضيل مصلحة تركية على حالة السلام الليبنية وإيجاد الحل هل سيتركها هكذا تتخذ مواقف أم يتخذ مواقف قد تجبرها بشكل ما على العودة للحوار هذا ما يعمل عليه باستمرار الدكتور غسان سلامة حتى وإن اختلفنا معه في بعض المعالجات وانتقدنا جزء من أدائه في الملف الليبي ولكن أراه أنه أكثر مبعوتي الأمم المتحدة قرابة للليبيين وهو الآن يريد أن يزيح كتلة الوفاق الوطني واتفاق الصخيرات باعتبار الليبيين طورتوا في اتفاق الصخيرات وهذه الحكومة من إنتاج اتفاق الصخيرات كان يعمل الدكتور غسان سلامة من خلال الاجتماعات التي في جينيف أن يتم تغيير رئيس المجلس الرئاسي ويصبح بنائبين ومن تم يذهب باقي الليبيين إلى تشكيل الحكومة مواقتة وهذا الرئيس يكون مواقت إلى حين إنجاز الدستور ومن تم الدخول في انتخابات لانتخاب الرئيس ورئيس حكومة ووزراء ولكن ماذا ما حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة الآن تشعر بأن هذا الأمر لو ذهبت له لاتفاق جينيف سيسلبها آخر أوراقها وهي أوراق الشرعية من خلال فايز الصراج لأن أي رئيس آخر سيتم انتخابه 99% أو نصل إلى نسبة كبيرة جدا يعني تصل إلى العظمى أنه سيتحالف مع الجيش الليبي وسيكون ضد الميليشيات وبالتالي لا تريد هذه الميليشيات أو حكومة الوفاق أن تذهب إلى اتفاق الصخيرات العالم لن يقف طبعا هناك طبعا ليبيا ليس بخافيا على أحد إنها ساحة صراع دولي ما بين الإسلام السياسي والمجموعات التي ضد الإسلام السياسي أنا كنت أتمنى من مجموعات الإسلام السياسي والدول الداعمة لا سواء قطر سواء تركيا أن تذهب إلى باب الخلاف السياسي والمحاصصة السياسية أفضل من المواجهة المسلحة ومداما اختارت المواجهة المسلحة للأسف الشديد لن ينتج عنها إلا طحن عظمهم وبخاصة اليوم الليبيين اليوم تتكلم على جيوب الجيش الليبي داخل الأحياء السكانية يعني في عمق في عمق العاصمة طرابلس وقابقوا سينا وأدنى أن تفتح هذه البوابة الكبيرة داخل العاصمة طرابلس ويستقبل الليبيين جيشهم بالورود إن شاء الله نعم سيد رمزي دائما ما يقال في إطار الحديث عن ليبيا خصوصا بالفترة الأخيرة بأن السلام هو مفتاح للاستقرار السياسي لجنة خمسة زائد خمسة هي لجنة عسكرية أمنية متخصصة إذا منهارت هذه السلسلة هذه الحلقة في السلسلة فسينهار كل المسار هل سيسمح بهذا أبدا أخي الكريم الخطة التي وضعها المسار عقيلة صالح وهي خطة من شرفاء ليبيا مجمع عليها من القوات المسلحة الليبية ومن مجلس النواب الليبي ومن الحكومة المبثقة عن مجلس النواب حكومة عبدالله ثني وأيضا من شخصيات ليبية وطنية هذه الخطة محددة وواضحة المعالم أبرزها كما ذكر لك الأخ الرفيق الصديق عبدالعزيز أغنية الضيفة الكريم حل الميليشيات ونزع السلاح وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ويجب أن يكون مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة وحل كل الإسلام الأخرى ثم ندخل في مرحلة الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية والبرامنية وهنا نشير إلى نقطة مهمة ذكرها المسار عقيلة صالح وهي تشكيل لجنة دستورية من أكفاء في الدستور الليبي من الليبيين وحتى ولو احتجنا إلى خبرات أجنبية لإنهاء هذه المهزلة وبالتالي يا أخي الكريم نحن نقول القاطرة ذاهبة مجلس النواب سوف يحضر كل المحافل الدولية والإقليمية القوة المسلحة الليبية تتحرك في خطي متوازيين كما ذكر لك الضيف الكريم عبد العزيز الخط العسكري الوطني ذو الثوابط الوطنية والخط السياسي الذي أجبر عليه المرشال الخليفة حفتر نحن نتحدث للعالم والعالم أتى إلى الرجمة وإلى مجلس النواب في غضون 72 ساعة فقط أخي الكريم وصل إلى الرجمة المسؤول الأول في الخارجية الألمانية لشمال الأفريق والشرق الأوسط وفي الخارجية الفرنسية وقدم دعوة رسمية لزيارة الإيليزي للمشيخ حفتر وأيضا الوزير الخارجي الجزائري هناك رحلات مكوكية رحلات مكوكية يقوم بها العالم للاقتناع بأن رؤية القيادة العامة ورؤية مجلس النواب هي الأصوب والأقرب إلى حل ليبيا لأنهم وجدوا أن القوة بسلحة الليبية منضبطة ذات تراتبية عسكرية مجلس النواب مجلس شرعي معترف به من الأمم المتحدة ومن العالم وفي الطرف الآخر وجدوا ميليشيات إرهابية إجرامية أقول لك أمرا بسيطا السراج كدليل أنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولياته لم يوفي باتفاق أبو ظبي اتفاق أبو ظبي باختصار سديد أخي الكريم هو دخول القوات سلحة سلمين إلى طرابلس وبالتالي السراج مغلوب على أمره لا يملك من أمره شيء أخي الكريم سيد عبد العزيز بنصف دقيقة قداعيات هذا الانسحاب هل سيشترح ربما مسارا جديدا لتحقيق الحل بعيدا عن الحكومة السراج بالتأكيد لن تتوقف باعتة المتحدة ولن يتوقف المجتمع الدولي من الضغط على الأطراف بالذات المتعنتة داخل العاصمة طرابلس ونحن بانتظار الـ 24 و 48 ساعة القادمة أما أن تتفسخ هذه الاتلافات التي موجودة في طرابلس وربما تشكل حكومة موازية في مصاراتها أو جسم ثالث أو أن هي تضم باقي أطرافها وتتجه إلى جينيف وهذا ما نحن بانتظار من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد العزيز غنية وكذلك من القاهرة مستشارة المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي السيد رمزي رمح شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدينا دائما لكم كل الشكر والتقدير على كرم المتابعة إلى لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر